طب برجع البيت دميري بقى بيبقى واجعني في حتة كده واجعاني اللي هو انا سايبة لولاد طول النهار فتلاقي بقى ايه يعني انا على بال ما بوصل البيت بيبقى شحني خلص خلاص صح يا بدري وطول النهار باشتغل لا اجباري انا اوتوماتيك اروح شحنة نفسي تاني عشان ارجع البيت اذاكر للولاد وحمي واكل واشوف البيت واطبخ ونظف فبيبقى مجهود جبار ولازم اعمله عشان برضو ما حسش ان شغلي جي على بيتي فانا برضو ابقى لازم نجحة في بيتي طيب خلصت شغلي ورجعت البيت وزبطت الولاد واكلت وحميت وربيت وكل حاجة ومذاكرة برضو بقى بعض اذاكر والواجبات طب جوزي راجع جوزي بقى راجع من الشغل مرحلة التالتة بقى ركزوا كم مرحلة بتمر بيها الست فلا ده انا بقى لازم ادخل لالبس بقى لبس شكله لطيف بقى شكله حلو وكل الشحن ده اما طول النهار انا في ستراس عصبي في الشغل ممكن مدير يقولي كلمة توبخني ممكن اغلط في الشغل فبقى راجع زعلانة وعملة مجهود جبار من الصبح الولاد استفزوني ده مش عايزي زاكر ده مش عايز اتاكل البيت زي الزفت مكركب فكل ده بقى انا بتعصب طول اليوم خيلين المدار اليوم فجوزي بقى راجع فانا لازم بقى بقى ست جميلة وست لذيذة ودلوعة وما اكلموش في اي حاجة تنكد عليه واكله واقعد اتكلم كمان معاه وطبطب عليه وفضي مشاكله اللي هو راجع بيها لان عشان ابقى ست نكحة عشان ابقى زوجة نكحة فايه كم المثاليات اللي طول الوقت اللي احنا عايشين فيه هنا شخصية وهنا شخصية وهنا شخصية ومع اهلي بقى كمان امي تكلمني مثلا ولا بابا انا راجع ولا اختي ففي عندها مشكلة مامتي زعلانة ان انا هي عينة فانا لازم انزل كمان اروح لها ففي اهل في صحاب ما بشوفهمش في دوامة 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 من اول ما بتصحي من اول غير ما بتنامي وانتي عايزة تبقى مثالية ده حاجة حلوة يعني ده شعور كويس ده احساس حلو ان انا عايزة اقدي في كل حاجة في حياتي ابقى نكحة انا دلوقتي بوجه كلامي لكل ست بتعمل اللي بقوله ده وعايزة اسألها سؤال واحد انتي بقى فين من كل ده انتي كست فين فين وقتك لنفسك فين وقتك لأهلك فين وقتك لصحابك يعني التفاني الزيادة جدا عن اللزوم ده تفتكري بعد كل الهلاك ده طول يوم هتتقدري